موسيقى في حضور رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة سيدة مريم رجوي أقيمت ندوة دولية للحقوقيين دعما لأشرف في العاصمة البلجيكية بروكسل من قرر الاتحاد الأوروبي شارك فيها نخبة من الحقوقيين الدوليين من أمريكا وأوروبا بينهم السيدة روت وجبوت من الأمرز الحقوقيين الأمريكيين رئيس قسم الحقوق الدولية والديبلوماسية في جامعة أب كينز والخبيرة في الحقوق والسياسات في الأمم المتحدة وقوات السلام الدولية عضو مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية والعضو السابق في اللجنة الاستشارية لوزارة الخارجية الأمريكية والسادة جون بولتون المساعد السابق لوزيرة الخارجية الأمريكية والسفير الأمريكي السابق لدى الأمم المتحدة والدكتور خان جارسيال حقوقي الدولي البارز والمستشار السياسي للرئيس الشيلي الفقيد سالوادر ألندا والسيد أحمد غزالي رئيس الوزراء الجزائري الأسبق رئيس اللجنة العربية والإسلامية للدفاع الأشرف والبروفيسور ستيفن شنيبام المحامي البارز في الحقوق الدولية من أمريكا وفرانسوا سير الحقوقي الفرنسي البارز وباولو كازاكا عضو سابق في البلمان الأوروبي وديفيد ماتيس الحقوقي الكندي البارز والخبير في حقوق الإنسان الدولية وجان بيرس بيتزير الحقوقي الفرنسي البارز وألقوا كلمات وقدموا نظرياتهم الحقوقية حول الموقع القانوني للمجاهدين في أشرف وواجبات المجتمع الدولي وخاصة مسؤوليات الحكومة الأمريكية والأمم المتحدة بالذات عن حماية أشرف وتطبيق الاتفاقيات الدولية وأكد كبار المتخصصين في الحقوق الدولية على الموقع القانوني للمجاهدين الأشرفيين كأفراد محميين وفق اتفاقية جينيف الرابعة واعتبروا انتقال حماية أشرف إلى حكومة نور المالك بأنه خرق لتعهدات أمريكا كما شدد الحقوقيون البارزون في أمريكا وربا أن على أمريكا أن تتولى مسؤولية حماية أشرف على وجه السرعة كما على الحكومة العراقية أن ترفع فورا الحصار الظالم عن أشرف وأن تنهي عمليات التعذيب النفسي والقيود اللا إنسانية ضد المجاهدين الأشرفيين وأصرت الندوة بيانا حول واجبات المجتمع الدولي في تسعة محاور وثلاث وعشرين مادة وستة استنتاجات حيث جاء التأكيد في مقدمته حقوق السكان أشرف وحسب القوانين الدولية تم شرحها في عشرات النظريات الحقوقية لحد الآن من قبل حقوقيين توليين بارزين بينهم اللورد ستين الراحل والبروفيسور إيريك ديفيد والبروفيسور شريف بسيوني والسير مايكل وود والبروفيسور إفدوكارا والبروفيسور ماركو ساسولي والبروفيسور غاي جود ويجل والبروفيسور سيبون ويلس والبروفيسور ستيفن شنيبام والبروفيسور ويليام شيباس ومارك ستيفنسون والمجتمع الدولي يجب أن يوفر ويضمن الحمايات الأساسية الواردة في اتفاقية جريف الرابعة وغيرها من الاتفاقيات والقوالين الدولية الملزمة مشالي أشرف والقى تصيد مريم رجوي كلمة في هذه الندوة التي عقدت يوم الخميس الثاني من كانون الأول الجاري في بروكسل أعربت خلالها عن تقديرها للجهود المبذولة من قبل الحقوقيين للدفاع عن حقوق المجاهدين في أشرف بمثابة جهود قيمة للدفاع عن مقاومة الشعب الإيراني لنهي الحرية وحقوق الإنسان كما أنها جهود في خدمة السلام وسيادة القانون والعدالة في المجتمع الدولي وقالت السيدة رجوي أريد أن أتعلم أن تقول أن تقلقاتكم في المقاومات المتحدة في أشرف ومع أن تقلقات المقاومات المجاهدين في أشرف في تقلقات المقاومات المتحدة في أشرف أريد أن أوجه شكر لكم جميعا على ما قمتم به من دور مهم للغاية في الاعتراف بحقوق سكان أشرف وذلك من خلال تقديمكم نظريات حقوقية متقنة حول أشرف إنكم نهضتم من أجل مساعدة أشرف في وقت رجح فيه الكثير نسيان أشرف ووقفتم بوجه هذا الظلم إنكم أثبتتم بحق أن سكان أشرف ما زالوا أفراد المحميين تحت اتفاقية جينيفر الرابعة ولا أحد بإمكانه أن يلغي هذا الموقع ما قمتم بإنجازه لم يكن الدفاع عن سكان أشرف فقط وإنما الدفاع عن القيم الديمقراطية ومكاسب المجتمع الدولي في مجال الحقوق الدولية وضرورة الالتزام بها ترجمة نانسي قنقر